فوت دو فخاب فوت دو فخاب أهلا وسهلا منورين الحاضرين المستمعين ما أنا متفاهمين الكعبورة الأرضية داخلة على أزمة اقتصادية وسلاسل التوريد بش نشد هاريتم هكاية بش ما نقضوش وقت خاطر وعض حال حكاية لسلاسل التوريد فهم مشكلة ولي كونتونير في بلايس غالطين والبترول هاو دي جاغلة وهو كاميريكا خرجت من الاحتياط يمتاحها والقاس بش يزيد يغلى ودجها تضرب بريسك في الثلاثة في أوروبا وكالقمة متاع جلاسكو متاع المناخ اللي ما بعثنا لها حتى حد أكبر منتجين متاع الأسمدة الأسمدة اللي نستعملوهم للأراضي اللي نزرعوا فيهم القمح والميز قالوا بش ينقصوا في انتاجاتهم بخمسين في المياه معناه في العالم الكل انتاج لقطانيا والقمح والحاجات تذوكم بش ينقص بخمسين في المياه والقمح هو في البورسة متاع شيكاغو دي جاغلة والقهوة بيدها والقهوة اللي نشربهاه كل أصباح فيها أزمة في العالم خاطر أكبر منتج اللي هو البريزيل عندهم جفاف ومشاكل بونجي بش يعملو صليت الاستسقاء هما في البريزيل أما خافوا اللي تنبر عليهم وأوليفيا متاحهم ولا أهو ما علينيش فكعلين ستربي القدام كيفاش لأمور برك إن شاء الله المهم تبدأ تونس لاباس في وسط هالخوذة ذي الكل المهم تونس لاباس أحلامنا كبيرة وأمكانياتنا بدورها كبيرة فلنعبد الطريق معا لننتقله من الألام إلى الآمان أحلامنا كبيرة وأمكانياتنا بدورها كبيرة هاو التفقل هاو المطلوب جلست حكاية الأمكانيات سيد الرئيس مني الأمكانيات معناها تونس أكيد تحكي على أفريقيا لكل معناها مش تونس وحدها سمحني كان قصيت عليك تؤكد تونس على أهمية نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجال التقنيات الحديثة جوست بش نقلوا من منين لمنين التكنولوجيا بالضبط خاطرها بكري من البارح ونسأل في روحي معنا هي التكنولوجيا مني بش نازوها ليش كو معنا يجعلناش نجيبوها لرواحنا نحنا كامل أدعو سيد الرئيس كامل أدعو وتدعو تونس إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي والمجتمعات الذكية تونس تدعو الاقتصاد الرقمي وكيجيونا من غضوة للعباد اللي سامعوك يقولوا لنا هاي وعلمونا الاقتصاد الرقمي شنعم شنقولول نقولولهم آخر مضمون عنا بخمس آلاف سورة انترنت ولا نعودوا نجيب دولهم الوعود متاع يصف الشاه معناها وأكيد ما مش يلوجوا على المجتمعات الذكية ألف المية كما تؤكد تونس مجددا على أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر من تونس الخضراء ندعو إلى الاقتصاد الأخضر آه مدام تونس خضراء الاقتصاد الأخضر متاعنا مدامه أخضر هو حتى الكتاب الأخضر يمكن روى متاعنا المدة القيادة الجاية ولا هو حقا سيد الرئيس وانت لا تخدم على روحك في الدبلوماسية وكذا فما واحد اسمه عبيد لبريكي منتح لصفة معناها كان زيت درجين مع زهيرة وردرح وهو قيص عيد وكهو ما أنا طبع معي فما اتفاقات سيعابية في الحوار الجاي وكذا ثلاثة اتفاق بين ناس المتقاربة تقول لي معا الأقصار أنا نقول كل من يقول 25 يجوية لانقلاب غير معني بالحوار نزيدك حاجة أخرى أقصار كل من يقول مش أقصار الحوار حول شلوة حول كافية الخروج من تونس الحوار حول شلوة حول كافية الخروج من تونس بو عبيد البريكي هربت بيه الحوار على كافية الخروج من تونس تونس الكل تلوج في كافية الخروج من تونس برامول مدة هذي عما زيما الرئيس عطاهم فاتح الحوار سيد هذا ولا هاي سي عبيد البريكي وانتي هكا حاس روحك قيص عيد دجا كم لحكيلي هاي سيدي ما زيالش عادي 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 أنا كنعمل إجراءات معينة وما نغلطش ولا نغلط شوية باش نمشي القدام ما عندهم ما يستغلوا كما قلت لك خطران دي حزام شعبي باش نمشي القدام ما عندهم ما يستغلوا كما قلت لك خطران دي حزام شعبي خطران دي حزام شعبي وصي عبيد منين جبتوا الحزام معنى الحزام الشعبي هذي تحكي عالحزام متاع سيد الرئيس ما كل واحد يخوي يحكي عالحزام متاع انتي اشترت وانسا حتى اسألت بله في البلاتو هذي باش كون يعرف الحركة متاع عبيد البريكي شنوز تعليس سؤالية الخطيرة كل واحد يحكي عاللي يملكه وكل واحد يتكلم عالحاجات اللي عنده المفاتح اللي عنده في دي يزيون زي